قانون فلوريدا الجديد يحضر النوم بالشارع شنو تأثيره على المشردين هلا شباب شلوكم اليوم راح نحكي عن موضوع مهم صار بفلوريدا يمكن غريب شوية بس فعلا يستحق نتكلم عنه قانون جديد صدر وراح يأثر بشكل مباشر على المشردين هناك فلوريدا قررت تمنع النوم بالأماكن العامة اي يعني اذا واحد ما عدا مكان ينام بي مثل المشردين صار ما يقدر ينام لا بالشارع ولا بالحديقة ولا بأي مكان عام وهذا الشي بسبب قانون جديد اللي يسموه مشروع قانون مجلس النواب 1365 وراح يبدأ تطبيقه من بداية اكتوبر 2024 يعني تخيلوا هذول الناس اللي ما عدهم بيت او مأوى وين يروحون القانون صار ضدهم وبالمقابل ما عدهم خيارات كثيرة البعض يقول انه راح يخلي المشردين يصورون هدف للاعتقالات واكثر وهذا الشي مو حلو ابدا القانون يشمل كل الاماكن العامة مثل الشوارع والمباني وحتى حقوق المرور واللي غريب انه اي مواطن يقدر يرفع دعوة ضد المدينة اذا شافت الحكومة ما انطبقه هذا القانون عدل يعني هذا الموضوع ما راح يكون سهل لا على الحكومة ولا على المشردين الحقيقة فلوريدا تحاول تتعامل مع مشكلة التشرد اللي زادت بالفترة الاخيرة بس هذا القانون يخلي الناس تفكر هل الحل يكون عن طريق منحهم من النوم بالاماكن العامة؟ اكو ناس تعتقد انه لازم تكون اكو حلوة ثانية مثل توفير مأوى اكثر او دعم للمشردين بدل ما نجرمهم فانتو شن رأيكم بهذا القانون؟ راح يكون حل المشكلة او مجرد اضافة للمصاعب اللي يواجه المشردون اكتبوا لي بالتعليقات ولا تسنسون تساون لايك وتساون اشتراك بالقناة حتى انظر على التواصل اشوفكم بالفيديو الجاي مع السلامة وايضا للتقديم لامتحان الجنسية الامريكية اذهب الى موقع ميريوسي دوت كام